المحيطات وأكثرها مسابرة ودهاء وهو صاحب الكلمة العليا في عالم المحيطات وما فيش أي مخلوق بحر تقريبا ممكن ينفد من تحت حميته الغذائية بداية من الأسماك ووصولا للقروش والحيتان وبيمتلك عدد من الاستراتيجيات المسيرة لعمليات الصيد بعضها أخطر من اللي ممكن تفكر فيه سائر الحيوانات وبالرغم من اسمه إلا إنه في الحقيقة ولا حوت ولا حاجة واسمه الشائع ولا بيعبر عنه ولا بيعبر عن فصلته أهلا بيكو في عشوائيات أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن الحوت القاتل وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول حوت الأوركا والمعروف كمان باسم الحوت القاتل هو واحد من أشهر الثديات البحرية على الإطلاق وبالرغم من تسميته بالحوت القاتل إلا إنه في الحقيقة عضوا في عائلة الدلافين وهو أكبر الدلافين حجما على الإطلاق وتسميته نفسها نبعة من مشاهدة البحارة للأوركا أثناء افتراصها لبعض أنواع الحيتان الضخمة واللي خليهم يطلقوا عليه اسم قاتل الحوت وبمرور الوقت الإسم اتعكس وأصبح شائع باسم الحوت القاتل وكلمة أوركا حرفيا معناها شكل البرميل وهي على الأرجح إشارة لشكل جسم الأوركا وبيتراوح طول الأوركا البالغ من 5 لتسع أنطار ووزنه بيتراوح من 3000 كيلو جرام ل7000 كيلو جرام ومتوسط طول الصغار بيوصل ل2 متر و40 سنتي ومتوسط وزنهم بيكون 180 كيلو جرام وبيظهر للصغار أول أسنان من عمر شهرين لأربع شهور والأوركا البالغ بيتراوح عدد أسنانه من 40 ل56 سن موزع على صفين أعلى وأسفل الفك وبيوصل طول السن الواحد لحوالي 10 سنتي وبتستعين بهم الأوركا في الإمساج بالفرائز بإحكام وتقطعها لقطع صغيرة قبل التهمها وبتعيش الأوركا لعمر طويل ممكن يوصل عند الإناس لخمسين سنة أما الزكور فممكن يعيشوا لما يقرب من الأربعين وبسعب حجمها المهول وحركتها الدائمة في مجموعات وشهيتها المفتوحة فهي على قمة السلسلة الغذائية في عالم المحيطات وده بخلاف زكائها واستراتيجيتها في عمليات الصيد بخلاف البشر فحيتان الأوركا تعتبر هي تاني أكتر السدييات انتشارا في العالم وبتسكن كل محيطات الأرض البارد منها والدافئ وحتى المتجمد وبتساعدها طبقة سميكة من الدهون تحت الجلد على تحمل درجات الحرارة المنخفضة بجانب كمان أن الأوركا بتمتلك معدل أيدي سريع بمعنى أن جسمهم بيحول الطعام لطاقة بصورة أسرع والطاقة دي بتساعدهم على الشعور بالدفء لو كانوا في بيئة باردة وشأنها شأن بقية الدلافين فحيتان الأوركا ما بتقدرش أنها تنام بصورة كاملة لأنها بتحتاج تطلع على سطح المياه علشان تتنفس من وقت للتاني وعلشان كده بينام نص الدماغ فقط والنص التاني بيفضل واعي وفي الحالة دي بتكون عين واحدة من عيون الأوركا مغمضة والتانية مفتوحة بيتنوع غذاء الأوركا باختلاف الأماكن اللي بتتواجد فيها وبتضم الأسماك والفقمات والبطاريق والسلاحف البحرية والحبار والحيتان والأوروش وحتى الدبابة القطبية وبيحتاج الأوركا البالغ كميات ضخمة من الطعام يوميا للبقاء على قيد الحياة بتوصل في المتوسط لمتين خمسة وعشرين كيلو جرام من الطعام يوميا يعني لو مجموعة مكوانة من أربعة بيحتاجوا تقريبا طن أكل في اليوم وعلشان كده بيضطروا أحيانا إنهم يقربوا من الشاطئ وأسلوب الصيد ده في منتهى الخطورة بالنسبة للأوركا لأن الغلطة فيها بموت وسهل إنها تعلق على الشاطئ وما تقدرش ترجع مرة تانية للمية وبناء عليه بتدرس الأوركا سطح الشاطئ ومدى انحضاره قبل ما تتجه للانقضاد على الفريسة وبتعتاد الأوركا على تعليم صغارها الصيد بنفس الأسلوب الخطير وبتدربهم عليه من الصغر وإزاي إنهم يقدروا يدرسوا المكان قبل ما يتحركوا ناحيته والأوركا بتستطد من مجموعات مكونة من ثلاث أعضاء لخمسين عضو في المتوسط لكن بعض المصادر ذكرت إنهم بيتحركوا من ثلاثة لخمسة وعشرين فقط ومصادر تانية قالت إنهم بيتحركوا من ثلاثة لمية أو أكتر وغالبا المجموعة بتكون عبارة عن عائلات مرتبطة ببعضها بتقود الأم والجدة باعتبرهم أصحاب الخبرة في عمليات الصيد وبيرتبط الصغر بأمهاتهم طول الوقت بهدف التعلم منهم والمشاركة بشكل فعال في المجموعة أثناء العمليات وبتبدأ الأمهات في تعليم الصغر مهارات الصيد مع وصولهم لعمر شهرين وبتستمر الصغر بصحبة أمهاتهم لمدة 17 شهر كاملين وبيتواصل أعضاء المجموعات مع بعضهم البعض علشان ينفذوا استراتيجيات الصيد أو يستجيبوا لاستغاسة أي واحد منهم وقع في مشكلة وبالرغم من عدم امتلاك الأوركا لأعضاء مخصصة لحسة الشم أو حتى فص في الدماغ مسؤول عن تفعيل الحسة دي إلا أنهم بيمتلكوا حواس ممتازة للبصر والسمع والسمع عندهم أقوى من مثيله في الكلاب والخفافيش وبيستخدموها بامتياز لاكتشاف وتحديد العالم حواليهم عن طريق بس صوت على تردد محدد بينشر موجات صوتية في المنطقة المحيطة ومع ارتداد صدى الصوت عن الأجسام الموجودة في المنطقة بيسمعوها بدقة ويميزوا بسهولة كل الأجسام اللي موجودة حواليهم والمسافة اللي بتفصلهم عنها وهي العملية اللي استوحى من خلالها البشر تقنية الصونار في السفن والغواصات على الرغم من أهمية تواصل حيطان الأوركا مع بعضهم البعض وتحديداً أثناء عمليات الصيد إلا أنها بالزكاء الكافي اللي بيدفعها لتجنب استخدام الترددات الصوتية أثناء صدها لفقمة البحر وده بسبب حسة السمع المرهفة اللي بتمتلكها الفقمة واللي بتسمح لها أنها تميز أي زبزبات نتيجة عن الأوركا في المحيط بتاحها وده بيخليها تهرب قبل ما يشنوا عليها أي هجوم ووقتها بيتحرك سرب الأوركا في هدوء ويحاوط فرسته قبل الإنقضاض وفي حالة هروب الفقمة وغوصها تحت الماء بيكون من الصعب على الأوركا أنها تجاريها لأن الفقمة بتقدر تسبح تحت المية لمدة 30 دقيقة في حين أن الأوركا ما بتقدرش تستمر تحت المية أكتر من 3 دقايق قبل نفاذ الأكسوجين عندها وفي استراتيجية تانية بتستخدمها حيتان الأوركا في القرى القطبية الجنوبية ومع انتشار الألواح الجليدية الصلبة في كل مكان ولجوء الفقمات ليها للهرب من الأوركا ما بتكونش الأوركا قادرة توصل للفقمة اللي موجودة فوق اللوح وهنا بقى بيبان ليك مدى الزكاء الأوركا والخطة المحكمة اللي بيستخدموها لاستياد الفقمات بتتجمع الأوركا نحي الطرف من أطراف اللوح الجليدي وبيبدأوا في دفعه بعيدا عن القطع الجليدية المنتشرة في المحيط وبعدها يستنى واحد بس من المجموعة بالقرب من لوح الجليد اللي عليه الفقمة واتنين يبعدوا شوية لمسافة تقدر ب15 متر تقريبا علشان تفاجأ بانطلقهم نحية اللوح الجليدي بشكل متزامن وبالقرب من سطح المية في صورة أقرب لعرض استعراضي وقبل ما يوصلوا لللوح الجليدي بسنتيمترات بيندفع تحته علشان تتولد موجة قوية تكسر اللوح الجليدي لأجزاء أو تدفع الفقمة نفسها من على اللوح في المية وده بجانب الأوركا الأول اللي مستمر في التواجد بالقرب من اللوح الجليدي من بداية العملية في خطة مدروسة بمنتهى العناية والدقة وفي حالة إمساك أحد حيتان الأوركا لأسد البحر في المية فبمنتهى الذكاء وتجنبا لحدوث أي إصابات ممكن تنتج عن مكافحة أسد البحر للتمسك بحياته بتتنوى بالأوركا على ضربه يمين وشمال وأحيانا بتستخدم الزيل لقصف أسد البحر في الهواء لارتفاع يصل لتسعة متر قبل ما يسقط ويرتطم بشدة بسطح المية وبعد إصابة الفريسة بمجموعة متنوعة من الضربات أحيانا بتبعد عنها وتسيبها لغاية ما تموت خالص وممكن تتعرض لها وبالرغم إن ما فيش أي سجل لحوادث هجمت فيها الأوركا الإنسان في البرية إلا إن في حالة أسر الإنسان لحوط الأوركا فالوضع بيكون مختلف وتم رصد عدد من الحوادث اللي هجمت فيها حيتان الأوركا المدربين أو العاملين أثناء تعاملهم مع الحيتان الأسيرة وبعض الحوادث دي قدت لموت الضحايا وبالتأكيد ارتباط الأوركا بعائلتها وحياتها في عالم المحيطات المفتوح كلها عوامل بتفسر بعض الشيء هجمها الغير معتادة على الإنسان وفي 2014 وصل عدد حيتان الأوركا اللي تم أسرهم لـ 52 حوت في 8 بلدان مختلفة 28 واحد منهم موجودين في الولايات المتحدة الوحدها لكن مع ذلك العدد الأكبر منهم تمت ولدته تربيته بعد أسر الأمهات وبفضل انتشارها الواسع في أرجاء العالم وتعدادها الكبير فحيتان الأوركا غير مهددة بالإنقراض لحد دلوقتي ولأن ما فيش مخلوقات بحرية بتستجري إنها تهاجمها فما فيش أي خطر على انقراضها غير صعوبة العثور على الطعام الكافي ليها لأنها بتحتاج كميات ضخمة جدا للبقاء على قيد الحياة تحبوا نكتر من حلقات الحياة؟